انتاج التمور العراقية يتضاءل عاما بعد آخر والأسباب كثيرة فالبلد الذي كان يعرف بعدد نخيله الهائل تراجع عدده بشكل واسع من جراء إهمال زراعة النخيل وعدم دعم العاملين في هذا القطاع الحيوي قل انتاج التمور بالعراق أول شيء سبب الرئيسي الحروب اللي صارت والظروف الصعبة اللي مر بها البلد خلال هاي الفترات منها البساتين اللي تم تجريفها لأسباب مختلفة العوائل اللي تركت البساتين وهاجرت خارج العراق وهي البساتين مثلا تم فرزها أو تقطيعها إلى مساحات سكنية فصار إهمال بهذا الموضوع وبنفس الوقت الفراغ اللي صار بالسوق خل المنتج المستورد يدخل بسهولة لأنه ماكو منتج محلي نفسه الأعداد انخفضت بشكل كبير جدا أعداد النخيل يعني في محافظة البصرة كانت 11 مليون نخلة أما حاليا فمليونين و700 ألف نخلة فهذا الأعداد فرق كبير جدا وحتى الأعداد هذه الموجودة حاليا هي ليس بالجودة العالية جدا لأنه يعني التمور النخيل عفوا في البصرة يسقى بظاهرة المدود جزر يعني المياه المتوفرة موجودة في شط العرب إذا كانت جيدة فنفسه توصل إلى النخلة وإذا كانت رديئة فتوصل إلى النخلة وبناء على تلك الأسباب اتجه الكثير من الفلاحين إلى زراعة فسائل النخيل بجهود شخصية وقالوا إنهم نجحوا في ذلك نسبيا بعد يأسهم من أي دعم حكومي والأول هو الدولة يعني إحنا ننقود مثلا هسا دولة أنا ما مستفاد من أي شيء من الدولة بس الحمد لله جهد شخصي وجبت لي ألف فسيلة زرعتها والحمد لله الألف فسيلة جاي شوفها سمع منظاركم إن شاء الله تلتقطها الكاميرات يعني هسا الألف فسيلة ممكن راح نطلع منها إن شاء الله على الموسم التاسع حوالي خمسة إلى ستة ألاف فسيلة هاي مو في شيء سهل ويكشف آخر مسح لوزارة التخطيط والتعاون الإنمائي أن العراق كان يمتلك 32 مليون نخلة في عام 1952 قبل أن تنخفض أعداد النخيل في آخر إحصاء أجري عام 2014 إلى 17 مليون نخلة فقط والعدد في تناقص مستمر في حين يشكو اتحاد الجمعيات الفلاحية في مدن وسط وجنوبي البلاد من غياب تام للدور الحكومي في دعم زراعة النخيل إذ لا توجد أي مبادرات جدية لتغيير هذا الواقع الذي أدى إلى عزوف الفلاحين عن الزراعة ترجمة نانسي قنقر